إلى محافظتي تعز والحديدة تتجه الأنظار في اليمن فهناك دخلت المعارك منعطفا هاما مع تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية واستعادة السيطرات على عدد من القرى في مديرية المخة ووصوله إلى مشارف منطقة الهامل للوقعت بين مديرتي المخة وموزع ونجاحهم في تضييق الخناق على قوات الرئيس هادي وقوات التحالف السعودي في مديرية المخة بتعز ومديرية الخوخة جنوبية محافظة الحديدة تصعيد ميداني تزامن مع هجمات مكثفة يشنها الجيش اليمني واللجان الشعبية عند الحدود اليمنية السعودية ولا سيما في جزان السعودية حيث استهدفوا بصواريخ الكاتيوشة تجمعات للجنود السودانيين في موقع العارضة ما أدى إلى سقوط قتل وجرح في صفوفهم وقصفوا بالمدفعية تحصينات الجيش السعودي في قرية الحجل كما أعلنوا تدمير آلية عسكرية سعودية خلال المواجهات في موقع الرمضة تقدم القوات اليمنية خلف الحدود دفع طائرات التحالف السعودي إلى شن غارات استهدفت قرية حامضة ومنطقة الحثيرة بجزان السعودية أما في نجران فاستهدفت نفعية الجيش واللجان تجمعات الجنود السعوديين في مواقع عسكرية متعددة كما استهدفت تجمعات القوات هادي والتحالف السعودي شرق منفذ الخضراء الحدودي والثلات البيضاء طائرات التحالف السعودي وصلت استهداف المدنيين الأبرياء ولا سيما في محافظتي تعز وصعدة حيث أدت الغارات الجوية إلى استشهاد العشرات بعدما سويت منازلهم في الأرض ولا سيما في صعدة التي دمرت طائرات التحالف السعودي أحد المساجد فيها تدميرا كليا تحديدا في مدرية غمر كما استهدفت الغارات مدريتي رازح وكتاف الحدوديتين غربية المحافظة شمال اليمن اشتركوا في القناة